ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل غاد أحمد البوديري مرحبا بك أحمد ما تأثيرات قرار البرجواي بعادة سفرتها لدى إسرائيل من القدس المحتلة إلى تل لبيب على إسرائيل نفسها وما أضراره على الرأي العام الإسرائيلي هذه صفعة غير متوقعة في الدولة العبرية لم يكن أحد يتوقع بأنه بهذه السرعة في أقل من ثلاثة أشهر سوف يتم تغيير الموقف الخاص بدولة البرجواي بهذه السرعة أمس كان هناك قرار من قبل البرجواي بإغلاق الصفارة التي تم افتتاحها كان الرئيس البرجواي بنفسه كارتيس قد جاء إلى هنا احتفل مع برنيمين نتنياهو الرأي العام الإسرائيلي كان فرحا كان هناك الحديث عن نقل الهندراس ونقل رومانيا للصفرات ولكن ما حدث ليلة أمس كان مؤامرة فلسطينية كما يقول الإسرائيليون عندما تم الموافقة من قبل البرجواي على الطلب الفلسطيني بنقل وبعودة الصفارة من القدس المحتلة إلى مدينة تل أبيب بن يمين نتنياهو أوعز وكونه طبعا هو وزير خارجي أيضا أوعز بإغلاق صفارة تل أبيب من في البرجواي وبإغلاقها بالكامل وبتالي إسرائيل لن يكون لديها الآن صفارة في دولة البرجواي ويتم ذلك بشكل دبلوماسي سيء جدا ولكن رئيس البرجواي قال ووزير خارجيات البرجواي كاستليوني قال بأن ذلك سوف يخدم السلام في المنطقة طيب ما التغييرات في اتخاذ مثل هكذا قرار على البرجواي؟ الرئيس البرجواي السابق قرتيس كان له علاقة ممتازة مع الجانب الإسرائيلي له علاقات أيضا سواء على المستوى الاقتصادي ولكن أيضا على المستوى الإنساني قيل وقاله حقيقة عندما جاء إلى هنا إلى أنه صديق لإسرائيل ولكن الانتخابات التي جاءت برئيس براجواي الجديد وهو ماريو عبدو الذي طبعا البعض يقول بأنه بلا شكل الأصول العربية اللبنانية يمكن كان من عكا ولكن هذا ليس هو السبب الحقيقي السبب الحقيقي هو الجهود التي بفلها وزير الخارجية الفلسطيني مؤامرة تمت في جنح الليل كما يقولون في إسرائيل بمعنى بأن الرزيل الخارجية الرياضي المالكي ذهب إلى البرجواي شارك بتنصيب الرئيس الجديد وكان هناك حوار مغلق وسري بأن رئيس البرجواي طلب من رياضي المالكي بأنه لا يتم الإعلان من قبل الجانب الفلسطين عن هذه الخطوة بقي ذلك سرا عاد المالكي وأبلغ الرئيس عباس بأنه تم الموافق على ناكل البرجواي ولكن هناك طلب بإبقاء ذلك سرا لمدة ثلاثة أسبوع لكي يكون الإعلان من البرجواي نفسها وبالفعل تمت المؤامرة كما يقول الجانب الإسرائيلي مرة أخرى بنقل السفارة وبعودتها إلى مكانها الطبيعي في تل أبيب مقابل أن يكون هناك فتح لسفارة فلسطينية في البرجواي التي سوف يتم افتتاحها فورا قبل قليل كنت هناك في الداخل مكتوب على باب سفارة البرجواي مغلقة لأسباب إدارية ووضعوا رقم هاتف وكأن ذلك إشعار بأن هذا القرار قد اتخذ وبالتالي الآن لا يوجد هناك سفارة للبرجواي هنا في القدس المحتلة بناء على التوصيات والضغوط الفلسطينية ولكن أيضا العربية نذكر جواتيمالا والولايات المتحدة وبرجواي أعلنت ونقلت سفاراتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة في مايو أيار الماضي نتنياهو خرج إلى المجتمع الإسرائيلي قائلا سوف يكون هناك دول أخرى رومانيا الهند الراس العديد من الدول ولكن أحدا لم يلتفت حقيقة من هذه الدول وعمل على نقل سفارته وبالتالي كل الرأي العام الإسرائيلي الذي كان متحمسا بالإنجازات الدبلوماسية الإسرائيلية قد صفع أيضا نعم أحمد البديغي مراسلنا من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر